بسم الله الرحمن الرحيم إخوة أخواتي إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً ومرحباً بحضراتكم معنا في لقاء جديد من برنامج أنوار من أجل الصفات وأجملها التي تحل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفق واللين الرفق واللين في أقواله وأفعاله في بيته وأهله حتى مع الحيوان يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه تعالوا بنا نتعرف على خلق الرفق واللين من خلال الهدي النبوي وأنواره صلى الله عليه وسلم عبر برنامج أنوار بقدر ما يفتح الله به علينا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بأنوار الحبيب المصطفى صلواته ربي وسلامه عليه يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور أحمد البصيلي مدرس الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جماعة الأنظر الشريف مرحبا منكم ودكتوري مرحبا وأهلا وسهلا بارك الله فيكم يعني كما تعودنا مع فضلتك وكل الضيوف نبدأ بتوصيف المفاهيم وتحديد المفهوم الرفق بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي ومولاي رسول الله نفسه والفداء وآله وصحبه ومن ولا أما بعد فإن الرفق كما يعرفه الإمام بن حجر شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسكلان المتوفى عام ثمانمائة واثنين وقمسين للهجرة يقول الرفق هو لين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأيسر والأسهل وهو ضد العنف كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بإخوانكم من أهل الجنة كل سهل هين لين قريب يعني قريب يعني سكته قريبة كما نقول يعني لو زعل منك بتصلحه بسرعة يعني لما يزعل يزعل بصعوبة ولما يتصالح يتصالح بسرعة أو بسهولة ده معنى كلمة قريب لين الجانب يعني نعم فإذا استغضبته يغضب لكن بعد محاولات وإذا صالحته يصطلح معك من أول محاولة نعم وألا أخبركم بإخوانكم من أهل النار كل عتل جواظ قعبري قال وما القعبري يا رسول الله قال الشديد على الأهل الشديد على الصاحب الشديد على العشيرة تبخلينا في جواظ الأول بعدين نفهم نعم هذه الألفاز حتى يعني تظهر من معناها الغلض والشدة ولما أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يختصر البطاقة الشخصية لسيدنا محمد لخص في كلمة قال فيها في سورة آل عمران فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا أهو غليظ القلب لن فضوا من حولك ولذلك دائما نقول أن طريق الله يعني لما حد يرشدك لطريق ربنا سبحانه وتعالى تعرف إذا هو كان من أولياء الله أو من أولياء الشيطان إزاي أولياء الله يتسمون بالرفق واللين لنت لهم وأولياء الشيطان يتسمون بالفضاضة والغلظة ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك أولياء الله يجمعون ولا يفرقون ويبنون ولا يهدمون أما أولياء الشيطان فعلى العكس تماما دكتور يعني نستطيع القول هل الرفق حالة نفسية أم حالة قلبية الرفق خلق يتبعه سلوك ومعنى كلمة خلق هو معنى كامن في النفس والسلوك هو الترجمة الظاهرة للجوارح عن المعنى المكنون في باطن النفس فالإنسان الذي أشرب قلبه الرفق واللين تترجم جوارحه ويترجم لسانه هذا الرفق إلى طاقة إيجابية في المجتمع يتأتى بها ومن خلالها مراد الله في كونه وخلقه دكتور أحمد إذا كان الرفق واللين مدعاه لتأليف القلوب والصلح مع النفس ماذا عن إنعكساته للفرد والمجتمع سيدي ذكر أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام نموذج نسائي فذكر أمامه عليه الصلاة والسلام امرأة قليلة الصيام ولا تصلي إلا المكتوبات ولا تخرج من أموالها إلا فريضة الزكاة يعني قليلة الصدق ولكنها تحسن إلى جيرانها يعني هي رفيقة حينة لينة مع جيرانها فشهد لها رسول الله بالجنة وذكر أمام رسول الله نموذج نسائي آخر إن امرأة كثيرة الصيام والصلاة والصدق ولكنها تؤذي جيرانها شديدة على جيرانها شديدة فضة غليظة على جيرانها قال هي في النار نعم فإن عكاسات الرفق على الفرض أنه يكون يعني شعاره في الحياة إن لم أكن عونا لك فلا أكون عونا عليك والمتصف بالفضاضة والغلظة والشدة شعاره في الحياة أنا عبء على الأكوان وعلى الإنسان حيثما حللت وأينما ارتحلت ولذلك شوف الرفق يتجلى في كل التكاليف حتى الأحكام الفقهية يعني حتى الأحكام الفقهية كلها رفق يعني مثلا نقول لك من اشترى شيئا لم يره فله الخيار وإذا رأى يعني معناها إيه خير في البيع نعم نعم في البيع معناها إن هناك شيء اسمه ألين المرونة والتسامح في المعاملة التسامح رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى إنكم تختصمون إليه ولعل أحدكم الحنوة الإقالة نعم الإقالة نعم ونتساءل مع السادة المشاهدين هذا السؤال وكل منا يستطيع الإجابة عليه فورا إذا دخلت بيتك هل تعتقد أنك عنصر فرحة لأهل البيت أم عبء على أهل البيت كل منا يملك الإجابة على هذا السؤال فإذا كنت عنصرا فرحا في البيت وعونا لأهل البيت ورفيقا ورقيقا معهم في التعامل فاعلم أنك رفيق رقيق لين هين متصف بصفات أهل الجنة وإن كنت شديدا في بيتك عبءا عليهم لدرجة أنهم يهرعون أو يفرون أو يفرحون حينما تخرج وتفارقهم أو تسافر وتتركهم يخد حتى بعض الناس يكرهون الفسح والخروجات مع أقربائهم مخافة النكد ومخافة الكبر لأنهم يحولون الفرحة إلى حزن وإلى عبوس للأسف نعود بفضلتك إلى هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على مئدة أنوار الحبيب صلى الله عليه وسلم كان نموذجا يحتذى في الرفق واللين والهشاشة والبشاشة والحب والرقة مع أهل بيت حتى مع الحيوان نتمنى أن تذكر لنا بعض النماذج حتى نرسخ في أنهان أستاذ المشاهدين نفهوم الرفق واللين سيدنا النبي الله مصلى عليه علمنا الرفق في التعامل حتى مع المخالفين والأعداء علمنا الرفق مع الأقرباء والأهل علمنا الرفق حتى في المشاعر علمنا الرفق حتى مع الحيوان يعني مثلا بالنسبة للتعاملات والمعاملات اليومية حتى مع الأعداء يعني كان اليهود يعني يؤذون رسول الله تعريضا وتلميحا لا تصريحا فكانوا إذا مروا على سيدنا رسول الله ما يقولوا ليش السلام عليك يقولوا السام عليك والسام هو الموت فكان سيدنا النبي دايما يقول لهم إيه وعليكم ويعمل مش واخد بالا ليه بيسيب الباب موارب عشان لو واحد فيهم حاب يراجع نفسه يلاقي الطريق مفتوح عليه الصلاة والسلام ففي مرة السام عليك يا محمد فكانت قعدة من السيدة عائشة ففهمت الكلمة فقالت لهم إيه وعليكم السام والموت واللعنة فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال لها يا عائشة من الذي حملك على هذا قالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله قال سمعت وردت وقلت وعليكم فلا داعي يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وفي قراءة أو في رواية ما لا يعطي على العنف والاتنين صح وما لا يعطي على شيء سواه يا عائشة ما دخل رفقه في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أرد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة توقف بالحضرتك رفق في التعامل كذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا الرفق في التدين لما جاء جماعة مننا الشباب إلى بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته إيه البرنامج اليوم لسيدنا النبي فأخبروا من قبل أمهاتنا أمهات المؤمنين بالبرنامج اليوم لسيدنا النبي عن العبادة المحمدية فكأنهم إيه تقالوها فقال قائلهم أين نحن من رسول الله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبيه وما تأخر إنما إحنا المفروض نكتهد أكتر من سيدنا النبي شباه هنا منشأ الغلوه هنا منشأ عدم الفهم عن الله فلما بلغ خبرهم رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وصعد المنبر وكان رسول الله لا يصعد المنبر إلا لأمر جلل لأمر عظيم فقال لهم أما وإني أخشاكم لله وأتقاكم له وإني أصوم وأفطر وأقوم وأفطر يعني إيه أرتاح وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وكان الشباب دول يقول لك واحد منهم قال إيه أما أنا فأصوم ولا أفطر والثاني يقول لك أما أنا فأقوم ولا أفطر والثالث قال أنا أعتزل النساء والذيك سد نبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الرفق حتى في التدين يقول لك إن هذا الدين ماتين فأوغل فيه برفق والرفق في الخطاب الكرآني سنعود إليه بعد هذا الفصل القصير فكونوا معا مازلنا إخوة أخواتي على مئدة أنوار الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه وخلق الرفق واللين نعود إلى ضيفنا الكريم فضلة الدكتور أحمد البصيل فضلة الدكتور أحمد البصيل نأتي إلى الخطاب الكرآني في الرفق والخطاب الإلهي لنبييه سيدنا موسى وسيدنا هارون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ما دلالة هذا الرفق وهذا اللين البديع إذا كان هذا هو أمر الله مع من قال أنا ربكم الأعلى فكيف يكون أمر الله لنا بالرفق مع من قال سبحان ربي الأعلى ولذلك هذا له نعكاس مباشر على تكوين الشخصية المؤمنة فإذا رأيت الرجل يدعو إلى الله وهو يسب ويشتم فاعلم أنه معلول النية هذا يريد أن ينتصر لهواه أو لمذهبه أو لمشربه أو لحزبه أو اتلافه أو لجماعته لكن لو كان يريد فعلا أن ينتصر لله ولمراده ما كلف نفسه أن يقتحم هذا الحمى اللي هو الرفق يقتحمه بهذا العبوس يا سيد الفاضل ما رؤيا رسول الله بين أصحابه إلا مبتسما كان سيدنا النبع عليه الصلاة والسلام هو يسد النصائح مبتسما يلقي التعليمات مبتسما في الحرب مبتسما سيدنا النبع عليه الصلاة والسلام كان في حالة الطوارئ مبتسما كان يعني الرفق ولذلك سيدة عائشة قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام وهذا انعكس على التعليمات المحمدية لما دخل مرة سيدنا النبع الله ومصد عليه المسجد فوجد حبلا ممدودا مشدودا بين ساريتين بين عمودين في المسجد الأعمدة زمن كد من جذوع النقل لمن هذا الحبل قالوا لزينب يا رسول الله أم المؤمنين سيدة زينب قالوا تستعينوا به على قيام الليل قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد وهذا دليل على الرفق واللين نعم فالرفق واللين انعكس حتى على الأمور الشعائرية في علاقة الإنسان بربه نأتي إلى شواهد القرآن في الرفق واللين هذا الخطاب فيه تواد وتراحم وعطف واللين يعني ما دلالة ذلك دلالة ذلك أننا إذا أردنا أن نرشد الخلق على الحق فلا بد أن ننتقي كلماتنا لأننا ندعو إلى الله نعم ننتقي من الأساليب والوسائل المتاحة ما يساعدنا على تحبيب الله إلى خلقه وتحبيب الخلق في ربهم أن رسول الله ما خير بين أمرين إلا اختار أيصرهما ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم يا سيدي بعض الناس اليوم ما خيروا بين أمرين إلا اختاروا أشدهما وإلا اختاروا أعصرهما سواء في الأمور الزوجية أو في أمور الجوار أو حتى لما نعود نحل مشكلة في أعدى عرفية بين الناس دائما نخيرهم بين السهل والأسهل فيختارون اختيارا ثالثا مش موجود في السؤال أصلا اللي هو الاختيار الأصعب ليه دايما كده ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ولذلك دكتور أحد الصالحين عندما استمع إلى قول الله تعالى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كان ينادي ربه قائلا يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه ونعم بالله نعم ولذلك لما الأعراب أتى لسدنا النبى الله وقال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعد فنناديه وقبل أن يتحرك لسان رسول الله بالجواب قال أخبرني جبريل آنفا بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فالله رفيق بعباده الله رفيق بعباده وسيدنا نبى عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله فأي طريق غير طريق الرفق هو طريق مسدود من قبل الله طريق لا يوصل إلى الله سيدي نقول هذا سواء في داخل الأسرة أو مع الجوار أو في التعاملات المادية أو في الدعوة إلى الله تعالى نقول أن كل الطرق التي تتسم بالخشونة بالغرضة بالشدة بالفضاضة كلها سدت من قبل الله رب العالمين لا توصلوا إلى الله ولا توصلوا إلى خير أبدا الطريق اللي هي فيها اشعارها الرفق شعارها اللين شعارها السهولة هذه الطرق توصلوا إلى الخير وتوصلوا إلى الله رب العالمين دكتور هل من الرفق واللين قالت ذوي العثارات شوف سيدنا نبى عليه الصلاة والسلام يقول كان رجل من من كان قبلكم أتته الملائكة يعني لتقبض روحه فبتقولهم هل عملت من خير قط قال لهم لا إلا أني كنت آمر فتياني بأن ينظر المعسر يأجل المعسر ويتجوز عن الموسر يعمل خصب للموسر اللي معا فلوس فقال الله تجوز عنه الرفق ولذلك أقيل ذوي الهيئات عثراتهم يعني ارحموا عزيزة قوم ذل ولذلك حتى القانون بيأخذ بالموضوع هذا يعني مثلا رجل أعمال كبير أو رجل مرموك في المجتمع ويعني كان له ذلة يعني نعم لا كان استدان وكان عمل مشروعه كبير وخسر فيه لكن هنا الدولة تتدخل ليه؟ لأن صورته لا ينبغي أن تهتز لأن اهتزاز الصورة ينعكس بالسلب على الاستثمار والاقتصاد وبالتالي سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نرفق سواء بالضعفة أو حتى بالكبار إذا انتبهم موقف ضعف ونحن نتحدث عن الرفق واللين لا يفوتنا الإشارة والنصح لكل موظف أو مسؤول يتعامل مع الجمهور كيف يتعامل بالرفق واللين والتسامح سيدي ده سيدنا نبي عليه الصلاة والسلام لما خد بالك برضو فيه نقطة مهمة لازم أن نقولها برضو لأن الرفق أحيانا يعني يفهم على أنه لا حزم فيه لا ده ومن يعني قسى ليزدجر ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحمه وخد بال حضرتك سيدنا نبي علمنا أن الرفق يعني أن يكون يسير بالتوازي مع الحسم والحزم يعني مثلا أسألك سؤالة نتبادل الأدوار الرفق في الجرائم المتعلقة بالأمن القومي للبلد هل يتم فيه الرفق أبدا هل ده ليه مرضوط في سيرة سيدنا النبي أيوة واحد كان اسمه أبو عزة الجمحي الشاعر كان كثيرا ما يهجو رسول الله ويؤلب الأعداء ضد الأمة والدولة فظفر به رسول الله يوم بدر فقال له يا محمد يا أبا القاسم مل عيالي ديون علي لو حضرتك أسرتني أو قتلتني أنا عندي بنات وعلي ديون سيبني أروح رب البنات وأقضي الديون وأوعاهدوك إنني عمري ما أشتم الدولتان قال له ماشي فأخلى سبيلهم فأمسك بمجرد وصوله إلى مكة ظل ينتج الشعر في هجاء رسول الله مرة ثانية فظفر به رسول الله يوم واحد في العام الثالث من الهجرة فقال له من لبنات ومن لديون قال له والله لا أدعوك تمسح عارضيك بأستار الكعبة وتقول خادعت محمدا مرتين ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين يبقى هنا الرفق في الجرائم المتعلقة بالأمن القومي لا يتنافى مع الرفق نعم هنا الرفق ممنوع هنا الحسم هو عين الرفق هنا العزم أنا أقصد أن الرفق لا يتنافى مع العزم والحسم والشدة في التربية والتوجيه والمحافظة على الأمن بل أحيانا يكون العزم والحزم والحسم هو عين الرفق وهو عين الرحمة لأن الرفق لو فيهم على إنه انحلال وتسيب يبقى ضاعة الدنيا وضاعة الدين سريعا كده الرفق بالمشاعر خاصة مع الحيوان يعني الرفق في المشاعر يا سلام يعني شوف شوف السنة علمتنا أحبب حبيبك هونما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونما عسى أن يكون حبيبك يوما ما يعني سيب الباب موارب دايما ودايما يعني اعمل حسابك للغير متوقع يعني إذا كنت بتحب إنسان اعمل حسابك أنه في يوم الأيام من الممكن أن يحال بينك وبينه ببغض أو بجريمة أو بغير ذلك ولذلك شوف مغيث وبريرة مغيث كان عبد وبريرة كانت عبدة فبريرة أعتقت كانت خادمة عند السيدة إيه عائشة فأعتقت فطبعا إيه هي تخير بقى أنت زوجك دلوقتي عبد من الممكن اللي أنت تقولي له مش هعيش معك مش هكمل ومن الممكن أن تعيش معه تواضعا منك تيب بكتر خيري أريد لا مش عايز يعيش معه فكان مغيث يحبها حبا جم حبا شديدا فكان يسير وراءها في شوارع المدينة يبكي وبعدين راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أتقبل شفاعتي يا مغيث أنا هتوسط لك عندي إيه بريرة قال نفسي لك الفداء يا رسول الله فسيدنا النبي راح لبريرة يتوسط في علاقة مشاعرية بحتة قال لها يعني ارجع له قالت له أهو وحي أنزلكه الله يعني أهو وحي أنزله الله عليك أم هو الشفاعة قال لا هو الشفاعة إن شئت قبلتي وإن شئت رددتي قالت إني لا أطرق العيش معه يا رسول الله عليه الصلاة والسلام شوف الرفق بالمشاعر وما فيش حد من الصحابة قال على مغيث إنه هو مش راجل إنه هو مش عارف أبدا احترام المشاعر نعم الرفق بالحيوان بين مراد الشرع وأهواء البشر في عجالة نعم شوف الرفق بالحيوان أمر يعني شوف الحيوان من ضمن مكونات كون الله التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيجب احترامها لأن الله خلقها نعم ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أدخل بغيا من بغايا بني إسرائيل أعزك الله ونتعرف يعني كلمة بغي في كلب سقطه في البخار في حديث البخار صحيح وإن الله أدخل النار امرأة في هرة حبستها في قطة فلهي أطعمتها ولهي تركتها تأكله من خشاش الأرض لكن احنا هنا في لفة مهمة جدا أستاذ راضي ونختم بها إن احنا الرفق بالحيوان هذا هو مراد الشرع لكن أهواء البشر ما ينفعش إن الإنسان ينام والكلب في حضنه وما ينفعش الإنسان يكون هو والكلب في بيت واحد هتقول لي طيب ما هو عندنا مذهب الإمام مالك يقول بأن الكلب طاهر يا سيدي بصرف النظر عن الاختلاف الفقي في المسألة هناك شيء اسمه بروتوكول الملائكة إتيكيت الملائكة الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة صورة يعني تمثال مجسم كامل ويسدنا النبع عليه الصلاة والسلام بيقول اللي بيرب كلب بدون منفعه يعني بيربه للتسلية كده وخلاص ينقص كل يوم من أجره قراطان فاللي عايز رب كلب أهلا وسهلا لا ما يعني يكون في الحديقة في الحديقة أو في بيت مستقيل لكن ما ينفعش نرفع الحيوان إلى مرتبة الإنسان أو إلى أحيانا مرتبة فوق مرتبة الإنسان دكتور أحمد البصيلي مدرس الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جماعة الأزر أشكر فضلتك على هذا العطاء وهذا الحضور الكريم جزاكم الله عننا وعن الإسلام خير الجزاء إخوة أخواتي هكذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وها هي أنواره تذكر كل مسلم بضرورة التخلق بالرفق واللين حتى يكون محبا ومقتديا برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم القائل إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويعطي على الرفق ما لا يعطي على شيء سواه شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة حتى نلتقي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة